السلام عليكم متابعين قناة برايس فو اليوم سوف نقدم لكم فيديو جديد ولكن قبل بدء الفيديو المرجو منكم بضغط على زر سبسكرايب وتفعيل جرس لكي يصلكم كل جديد موضوعنا اليوم هو كيف أعرف أني دكي وذاك بإتباع خطوات تالية تابع الفيديو أولا القلق الدائم يعتبر التأمل والتفكير دليلا على الدكاء المرتفع فحسب العديد من الدراسات مثل الدراسة التي نشرت عام 2014 في المجلة الإلكترونية بعنوان الفروق الفردية والشخصية والتي وجدت أن سمة القلق والتفكير مليا كانت متوقعة عند الأشخاص الذين يتمتعون بمهارة الدكاء اللفضي وحل المشكلات والتفكير النقدي والمجرد ذاك لأن الأشخاص الأدكياء الذين هم القدرة على التفكير بالإحداث الماضية ومستقبلية بشكل مفصل ثانيا الهدو يمتنع الأشخاص الأدكياء جدا عن تحدث كثيرا لإصال فكرة أو وجهة النظر الخاصة بهم فهم يستغرقون الوقت للتفكير فيما قيل لهم ومن ثم إعداد الرد المناسب لأنهم يجدون الصمت عن الكلام أفضل من كلام بدون معنى وجدوى وذلك عكس المفاهيم الخاطئة التي يكونه الناس حول أشخاص الهادئون بأنهم أشخاص انتوائيين ولا يعرفون التواصل الاجتماعية وغيرها من المفاهيم الغير الصحيحة التأقلم يتمتع الأشخاص الأدكياء بقدرة على التكيف والتأقلم مهما كانت الظروف فالإنسان يقع تحت مجموعة من الظروف السعبة التي تجبره على تغيير مخاططاته بطريقة مفاجئة والذكيء هو الشخص الذي يفعل ما باستطاعتي لتحقيق النجاح بالتكيف والتأقلم في الوضع وتغييره لصالحه إذ استطع فالناجحون لا يحققون النجاح حول الظهار عندما تكون الظروف متالية فقط بل مهما كانت الظروف التي يمرون فيها رابعا وأخيرا النقد الداشي يوجد الكثير من الشخصيات التي تكذب على أنفسها وتشبر نفسها الأفضل في كل شيء دائما كتلك الشخصيات النرجسية التي تؤمن بأن شخصيتها لا تخطئ وذات جودة عالية على الرغم من أن التمتع بقدرة على النقد الداشي والاعتراف بالأخطاء استعدادا تصحيحها يعد من عمامات الدكاء الشخصي عند الفرق